لأداء رياضي أفضل ونتائج مميزة لا مناصة من ملابس رياضية مريحة لمساعدة اللاعب فيسيولوجيا وذهنيا لتحقيق الفوز هكذا يقول المهتمون بالرياضة لكن اللباس الرياضية قد يكون مثار جدل أو اعتراضات خاصة إذا تعلق الأمر باعتبارات جنسية أو ازدواجية المعايير مقارنة بالرجال هذا ما حدث مع البكيني في رياضة كرة الطائرة الشاطئية والذي كان مثار احتجاجات واسعة في السابق إذ يبدو أن أولمبياد باريس حسم الجدل بالتخلي عن لباس البكيني الرياضي من قطعتين وسمح للرياضيات بالخوض المباريات مرتديات سراويلة ضيقة بدلا عن البكيني في حين ارتدت لاعبات المنتخب المصري مثلا رداء أسودة مع أكمام طويلة وبناطيل مع ارتداء الحجاب أيضا مع استمرار فرق نسوية أخرى بارتداء البكيني خلال البطولة كما جرت العادة مثل الفريق النسوي الأمريكي ويعد هذا انتصارا لبعض المطالب النسوية المستمرة منذ سنوات التي ترى أنه لا يوجد أي سبب لارتداء البكيني إذا كانت تنافسه على رمال الشاطئ وليس في المياه ليس في مياه البحر أو المحيط التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي على الأمر كانت كثيرة وجدلية هنا بعض منها ماذا تقول ماذا يقول كاميران كاميران إقبال يقول مقبلا فازت حرية الاختيار شكرا للسلطات على السماح بذلك بذلك أما جونسون شاونسي كنت أشاهد كرة الطائرة الشاطئية للسيدات وأشعر بالأسف على فريق مصر حيث كانت درجة الحرارة تسعون درجة تسعون درجة وطبعا هنا يتحدث متهكما لأن درجة الحرارة كانت مرتفعة لم تصل إلى التسعين على العموم هنا فيكينك سكرايبي يقول هل من المخيف أن لا ترتد النساء ملابس مثيرة مضحك جدا أما برادلي فيقول أنهن بالفعل يضعن أنفسهن في وضع غير مؤات بشكل كبير بسبب الطريقة التي يرتدين بها ملابسهن تزايد الاهتمام ومشاهدين بزي الرياضيات في ألمبيادي توكيو عام 2020 بعد تقارير عن احتجاج أحد الفرق على قواعد اللباس الخاصة بالكرة الطائرة الشاطئية في ذلك الوقت كان اتحاد اللعباء يصر على ارتداء البكيني بالنسبة للسيدات في عام 2018 ارتدت اللاعبة سيرينا وليامس طبعا بدلة تهطي كامل جسمها صممت طبيا لمنع تجلط الدم خلال بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ورغم عدم وجود قوانين تمنع ذلك لكن ملابسها أثارت الجلالة وأفرض الاتحاد الفرنسي للتنس قواعد جديدة للزي في المستقبل في موسم 2019 أعلنت رابطة لاعبات التنس المحترفات أنها ستفلح بارتداء النساء للسراويل الضيقة أو السراويل القصيرة بدون تنانير بعد الانتقادات في يوليو عام 2021 قرر فريق كرة اليد الشاطئية للسيدات النرويجي ارتداء السراويل القصيرة بدلا من البكيني في المباراة كجزء من تأكيدهم على الحق في اختيار الملابس ونتيجة لذلك تم تغريمهم 177 دولارا أو 177 دولارا لكل لاعب في حين كان يحق للرجال ارتداء السراويل القصيرة طالما كانت فوق الركبة بأربع بوصات وليست فضفاضة للغاية خلال دورة الألعاب الأولمبية في توكيو في عام 2020 ارتدى فريق الجنباز الألماني أنها سوى بدلات الجسم بطول الكاحل بدلا من قطع البكيني والتي قال أنها كانت كاشفة للغاية قالت إليزابيث سيدس وهي عضو في فريق الجنباز الألماني أردنا أن نظهر أن كل امرأة كل شخص يجب أن يقرر ما يرتديه وفي السابق أجبرت لاعبات كرة الطائرة الشاطئية على ارتداء البكيني حصرا حتى أن لجنة الأولمبية الدولية فرضت أن يكون البكيني ضيقا جدا ونصت القواعد على قياسات محددة على أن لا يزيد عرضه عن 7 سنتيمترات على الجانبين من الأعلى أو الأسفل عند الوركة حتى عام 2012 كذلك فرضت إدارة الألعاب الأولمبية في وقتها أن يكون زي السباحة من قطع واحدة مثلا ما اعتبره البعض محاولة واضحة لجعل الرياضة أكثر جاذبية وإثارة لكن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة برر ذلك بأن هدفه هو جعل الرياضة متاحة للجميع نحن سألنا الصحفية الجزائرية ليلى فيري في باريس عن أثر شكل اللباس الرياضي على فرص مشاركة السيدات في أنواع معينة من الرياضات كانت هذه إجابتها لا أعتقد أن النساء يركزن على شكلهن خلال المنافسات الرياضية أكثر من التركيز على النتائج دعونا نتحدث عن المستوى العالي ربما على المستوى الصغير ممكن أن تركز الرياضية على شكلها وكيف سيراها الجمهور لكن عندما نتحدث على مستوى عالي مثل الألعاب الأولمبية أو بطولات عالمية أعتقد أن الوصول إلى هذا المستوى من المنافسة يجعلك تمر بالعديد من التصفيات ولذلك لا أعتقد أن التركيز على الشكل أو كيف سيراها الجمهور أن تكون جميلاً أو غير جميل أو أن تكون بحجاب أو غير حجاب نقطة مهمة أكثر من التركيز على النتيجة في حد ذاتها